بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر في الكرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أدعين معكم مستر محمد السيد السلاموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC مع كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية ومع الحلقة الأخيرة في هذا الكورس عنوان محاضرة اليوم استخدام الشموع اليابانية مع نظرية وايكوف وأليوت والهارمونيك قبل أن أبدأ هناك ملاحظة مهمة جدا في البداية هذه المصطلحات الثلاثة وايكوف وأليوت والهارمونيك تعتبر مدارس تحليل كل مدرسة مستقلة ذاتها تحتاج لدورة خاصة لكن في هذه المحاضرة سوف نتناول فقط استخدام الشموع اليابانية مع نظرية وايكوف وأليوت والهارمونيك وتعتبر نظرية وايكوف مدرسة مستقلة ذاتها مؤسسها هو ريتشارد وايكوف ينظر فيها إلى حركة الأسواق المنية على أنها مناطق تجميع وتصريف والسؤال الآن ما هو مفهوم مناطق التجميع والتصريف عند وايكوف عند وايكوف مناطق التجميع والتصريف هي عبارة عن مناطق تشهد حركة عرضية على شكل شموع متتالية أو ذات مجال ضيق وبناء عليها يقوم بالمتاجرة وتعتبر هذه المناطق عمليا فترة حيرة في الأسواق تقل فيها عمليات التداول وتزداد فيها الأوامر المعلقة للمتداولين وتظل هذه المنطقة منطق التجميع أو تصريف إلى غاية وصول السعر للأوامر المعلقة والانطلاق بعدها هكذا ينظر وايكوف لحركة الأسعار بشكل عام طيب ما هي مناطق التجميع كما عرفها وايكوف عرفها على أساس أنها عبارة عن حركة عرضية واسعة أو ضيقة يكون بعدها صعود في الأسعار يعني إذا كان عندي اتجاه صاعد وبعدين لقيت حركة عرضية هذه الحركة العرضية مش هقدر أعرف إذا كانت منطق التجميع أو تصريف إلا بعد ما ينطلق السعر بعدها فإذا انطلق السعر للأعلى فهذه المنطقة تعتبر منطق التجميع أما مناطق التصريف فهي أيضا عبارة عن حركة عرضية تكون ضيقة أو واسعة ويكون بعدها نزول في الأسعار يعني الحركة العرضية اللي بتحصل عندي لو حصل بعدها نزول في الأسعار في هذه الحالة بيعتبرها وايكوف منطقة تصريف وليست منطقة تجميع ويعتبر العالم وايكوف هو أكثر من فصر في الحركة العرضية ولا يوجد أحسن منه في دراسة الحركة العرضية ومراحلها وإزاي ممكن نتعامل معها عشان كده يسمى وايكوف أو الحركة العرضية طب تعالوا نشوفوا مثال عملي على نظريت وايكوف في الشكل رقم واحد اللي قدامي ده إذا تشكلت معنا هذه الحركة العرضية هذه منطقة تصريف بقدرش أسميها منطقة تصريف إلا إذا كان بعدها نزول وده اللي حصل عندي عشان كده هذه الحركة العرضية اللي جيه بعدها نزول أنا سميتها منطقة تصريف على حسب تعريف وايكوف رقم اتنين الشكل اللي قدامي ده نفس الشيء بالنسبة للحركة العرضية اللي ظهرت عندي دي سميناها منطقة تجميع لأن بعدها حصل صعود في الأسعار طيب هنا يأتي سؤال أين تكمن المشكلة المشكلة هي إزاي أعرف الحركة اللي هتكون بعد الحركة العرضية عشان أقدر أتنبأ باتجاه الحركة وبناء عليه أقوم باتخاذ قرار البيع أم الشراء بصراحة هذا الأمر حسب نظريت وايكوف يحتاج إلى تفصيل كتير لكن إحنا محور محاضرتنا اليوم حول استخدام الشموع اليابانية مع نظريت وايكوف يعني ما هي المناطق التي يمكن استخدام الشموع اليابانية فيها مع نظريت وايكوف بغض النظر عن التفصيلات والتعقيدات التي طرح وايكوف في نظريته باختصار أهم المناطق اللي ممكن المتداول يستعين فيها بنظريت وايكوف رقم واحد نستعين بالشموع اليابانية كنمازج في تجنب الكسر الكاذب على اعتبار أن مناطق التجميع والتصريف هي حركة عرضية فإذا كان عندي حركة عرضية وحدث عندي كثير كاذب في هذه الحالة أنا اشتري إلى الحدود العلوية وبعدين هاستنى الكسر الكاذب للأعلى ولما ينتهي هذا الكسر الكاذب أدخل صفقة بيع يعني في هذه الحالة المتداول هيوظف نماذج الشموع اليابانية على حدود المنطقة العرضية لتجنب الكسر الكاذب رقم ثلاثة إذا كانت الحركة العرضية واسعة نستخدم نماذج الشموع اليابانية الإنعكاسية ونحاول اقتنسها والدخول بواسطتها لأنها تكون أقرب لعكس الاتجاه طيب إيه هو المقصود بالحركة العرضية الواسعة هي التي يكون فيها قمم وقيعان واضحة يعني ما تكونش القمم والقيعان قريبة من بعضها وإنما تكون واسعة وواضحة للمتداول في هذه المناطق لو ما حصلش معايا كسر كاذب فأنا ممكن على الحدود الخاصة بالحركة العرضية أحاول اقتناس نماذج إنعكاسية فقط أدخل من خلالها واستهدف المناطق العلوية للحركة العرضية رقم ثلاثة إذا كانت الحركة العرضية ضيقة نتوقع بعدها الاستمرار ونبحث في هذه الحالة عن النماذج الاستمرارية فقط لأنه أحيانا الحركة العرضية زي الأدامي دي مش بيتبين معايا الشكل المثالي الأدامي لكن ممكن تلاقي الحركة العرضية صارت بشكل مستقيم أفقي ثم مثلا يحدث صعود أو نزول السبب في هذه الحركة أن الشموع لا تكون فيها قمة موقعان وتكون عبارة عن شموع متتالية زي ما شفنا قبل كده في بعض النماذج الخاصة بالشموع اليابانية في هذه الحالات غالبا بيكون بعدها استمرار ولكن في حاجة مهمة جدا وهي أنه تستثنى من هذه القاعدة حالة إذا نجح السعر في تجاوز المنطقة الضيقة بدون تشكل نماذج شموع واضحة يعني مثلا بيكون عندي السعر صاعد وبعدين تتشكل عندي شموع بدون قمة موقعان واضحة ويكون شكلها في حركة عرضية في هذه الحالة أنا أتوقع الاستمرار ولكن إذا نجح السعر في أنه يرجع ويغلق أسفل هذه الشموع المتتالية إذن في هذه الحالة أنا مش هقدر أدور على النماذج الاستمرارية وأبدأ أفكر على طول في احتمالية إنعكاس الأسعار وهذا استثناء من القاعدة على أساس أن في المجمل أنا بحاول أبحث عن النماذج الاستمرارية الخاصة بالشموع اليابانية لأنها هي اللي هتساعدنا كتير مع نظرية وايكوف في نقطة إضافية لازم نذكرها خاصة بنظرية وايكوف وهي إحنا اتكلمنا عن المناطق اللي ممكن نستخدم فيها النظرية مع الشموع اليابانية لكن ما اتكلمناش عن تفاصيل النظرية لأن زي ما احنا قلنا إن النظرية دي في حد ذاتها محتاجة دورة خاصة بيها فقط كمان عايز أضيف زي ما بنستعين بالشموع اليابانية في زيادة فعالية أغلب الاستراتيجيات بالنسبة الوايكوف ممكن كمان نستعين بالنماذج السعرية زي المستطيلات والمثلثات والأعلام والريات هذه كلها ممكن تساعدني كتير في نظرية وايكوف لأنها كلها في الغالب تشكل هذه الحركة العرضية التي من خلالها ممكن نتنبأ وعلى ذلك فإن نظرية وايكوف بستخدم معها نماذج الشموع اليابانية وعلى وجه التحديد النماذج الاستمرارية وده يعتبر ملخص بسيط جدا لاستخدام الشموع اليابانية مع هذه النظرية والمناطق اللي احنا ممكن نركز فيها على تواجد نماذج الشموع اليابانية سواء انعكاسية أو استمرارية والآن هنشوف أمثلة عملية عن استخدام الشموع اليابانية مع نظرية وايكوف المثال الاول على الشرط اللي ظهر قدامي ده زي ما قلنا ان وايكوف ينظر الى حركة الاسواق على انها مناطق تجميع وتصريف وبناء على هذا التجميع وهذا التصريف تتحرك الاسعار بمعنى انه لا يفكر في رسم خطوط الاتجاه ولا ترند ولا اي حاجة من ديه ولا مؤشرات ولا مذابذبات ولا اي حاجة من الحاجات اللي احنا نعرفها ديه وبنتداول على اساسها دائما ينظر الى الشموع على انها في مناطق تجميع وتصريف فمثلا هذه المنطقة رقم واحد ازاي انها عرفها اذا كانت منطقة تجميع ولا تصريف حسب نظري طويكوف عرفها لما يتجاوز السعر حدود هذه الحركة العرضية ففي هذه الحالة بمجرد وجود هذه الشمعة الطويلة اللي فيها زخم بالنسبة الويكوف بيعتبر هذه منطقة تجميع لان بعدها جاء صعود كذلك المنطقة رقم اثنين يعتبر ويكوف انها منطقة تجميع لان جاء بعدها ايضا صعود واحنا لسه يليه من شوية انه لما تكون الحركة عرضية ضيقة زي اللي قدامنا دي في رقم واحد ليس بها قمم وقعان فيها القمم والقعان وعلى الرغم من كده فهي ايضا حركة عرضية طيب لو عايز اتدول في هذه المنطقة العرضية الضيقة هتدول ازاي عند المنطقة رقم واحد في معظم الاحوال هبص على الشموع المتكونة في هذه المناطق كيف هي شكلها واحاول اقتناس النماذج اللي ممكن تديني احتمالية للانعكاس او للاستمرار نفس الشيء لو تلاحظ مثلا عندي في هذه المنطقة نموذج الجنود الافة الهاربين اللي اتكلمنا عنه قبل كده في كورس التحليل الفني وفكركم به كان عبارة عن شمعة خضراء شرائية ثيرائية طويلة ثم مجموعة من الشموع موجودة داخل نطاق هذه الشمعة الاولى ثم الشمعة الاخيرة اغلقت بعد حدود الشمعة الاولى من اعلى عشان كده احنا قلنا داخل هذه الحركة العرضية الضيقة بنحاول ندور على نماذج الشمعة اليابانية الاستمرارية لانها هي اللي ممكن تدعمنا وتدينا اشارة للدخول فمثلا في هذه الحالة رقم اثنين ممكن ادخل صفقة شراء بعد اغلاق الشمعة الاخيرة في هذا النموذج نفس الشيء بالنسبة للحركة العرضية الوسعة رقم ثلاثة زي ما قلنا من شوية سواء كنا هنتداول على اساس التحليل الفني الكلاسيكي او على حسب نظري طويكوف بنحاول نبحث على حدود الحركة العرضية عند الاطراف نبحث فيها عن النماذج الانعكاسية للشمعة اليابانية وبناء عليها نلتقط اشارة الدخول ونستهدف الشراء للحدود العلوية ونستهدف البيع من الحدود العلوية الى الحدود السفلية للمنطقة العرضية الواسعة في ملاحظة مهمة لازم ننتبه اليها وهي ان الحركة العرضية بحد ذاتها التي تكون واسعة ممكن اعتبرها منطقة تجميع على حسب نظري طويكوف اذا السعر تجاوزها للاعلى كما حدث عندي في المنطقة رقم 3 طالما ان الكسر اللي حصل عندي ده ليس كسر كاذب لكن اذا كان الكسر كاذب فانا هستمر مع نظري طويكوف وابيع للحدود السفلية فقط كمان احب اضيف شيء اخر حسب نظري طويكوف ان الحركة العرضية الواسعة في حد ذاتها تعتبر منطقة تجميع او تصريف على ما بعدها وكمان داخل الحركة العرضية الواسعة نفسها ممكن نحصل على منطقة تجميع وتصريف داخلها ممكن استفيد منها في التداول يعني في الشكل رقم ثلاثة عندي حركة عرضية واسعة على اساس اننا نقدر نحدد القمة ومالقيان في هذه الحركة العرضية لو تلاحظ عند حدود الحركة العرضية نفسها تشكلت عندي مناطق تجميع وتصريف الدخول بالنسبة لها بيكون اسهل فمثلا عندي حركة عرضية ضيقة بهذا الشكل عند المنطقة ايه داخل شكل ثلاثة ارتفع من السعر وبعدين لحظت ان فيه تجميع لهذه الشموع عند المنطقة به داخل شكل ثلاثة اذا هناك احتمالية ان المنطقة العرضية الصغيرة اما ان تكون منطقة تجميع وترفع السعر الاعلى او انها تكون جزء من الحركة العرضية الواسعة وتتحول الى منطقة التصريف واي اغلاق اسفل هذه الحركة العرضية الضيقة عند به هيكون اشارة بيعية قوية وفقا لنماذج الشموع اليابانية عشان كده احنا دايما منبص على الشموع اليابانية في حالة استخدام لنظرية وايكوف في المناطق التي تكون عند حدود الحركة العرضية او اذا كانت الحركة العرضية بحد ذاتها ضيقة ايضا هبص على الشموع اليابانية اللي بناء عليها بحاول اوظف اشارتها في الدخول مع نظرية وايكوف ده كان مثال مبسط للحركة العرضية الضيقة والواسعة وشفنا فيها ازاي بتتكون مناطق التجميع ومناطق التصريف المثال الثاني على استخدام الشموع اليابانية على نظرية وايكوف في الشكل اللي قدامي ده على الشرط عندي اتجاه صاعد ثم دخل السعر في حركة عرضية ضيقة شكل ايه في الغالب يكون هذه الحركة العرضية هو الاستمرار في نفس الاتجاه السابق لكن في بداية المحاضرة احنا قلنا ان هناك استثناء من هذه القاعدة حسب نظرية وايكوف هذا الاستثناء هو انه اذا نجح السعر في تجاوز حدود الحركة العرضية فغالبا ما سوف يكون انعكاس للاتجاه اي اذا نجح السعر في الرجوع الى اسفل الحركة العرضية الضيقة فغالبا هينعكس الاتجاه لماذا احنا قلنا قبل كده في الكورس الماضي ان الشموع اليابانية الانعكاسية على وجه التحديد ليس بالضرورة ان تعكس الاتجاه مباشرة 180 درجة لكنها ممكن تدخل السعر في مرحلة انتقالية قبل عكس الاتجاه هذه المرحلة الانتقالية كما هو مبين عند المنطقة هي احد اشكال نظرية وايكوف اذا الحركة الانتقالية التي تحدث بسبب الشموع اليابانية الانكاسية وتغير مصار السعر من اتجاه واضح الى حركة عرضية هذه تعتبر من بين اشكال مناطق التجميع والتصريف في نظرية وايكوف والقاعدة التي يستسنى فيها البحث عن النماذج الاستمرارية في الشموع اليابانية هي لما يكون الشموع مشيا بشكل عرضي ليس بها حدود واضحة لا قمم ولا قعان على الرغم من انها تسير في حركة عرضية نفس الشيء في المنطقة تعتبر منطقة التصريف لماذا ببساطة لان الاتجاه بدأ في الهبوط ثم تشكل عندي نوع من الشموع صعودية كتصحيح بسيط ثم تشكلت عندي شمعة الهنج انجمان او شبيهة الدوجي في هذه المنطقة ونزل السعر مرة اخرى فطالما كان فيه مجموعة من الشموع وارا بعد تقوم بعملية شحذ وتجميع للانطلاق تسمى هذه المنطقة منطقة التجميع طيب الى اين يكون وجهة هذا الانطلاق هو ده اللي احنا بنعرفه من خلال نماذج الشموع اليابانية وايضا استنادا الى نظرية وايكوف كان لو تلاحظ عند المنطقة سي عندي منطقة تعتبر منطقة تصريف المثال الاخير في محاضرة اليوم هذا المثال يمكن ان نطبق فيه النماذج الاستمرارية بالاضافة الى الشموع اليابانية زي المسلسات وما الى ذلك فهي تساعدنا كثير في تطبيق نظرية وايكوف احنا بنحاول نوسع المدارك وفي نفس الوقت نذكر المعلومات المهمة بكل انواعها والتي تساعدنا في عمل صفقات ناجحة مش معنى ان احنا بنتكلم عن استخدام الشموع اليابانية ان احنا ممكن نهمل معلومات اخرى خارج نطاق نماذج الشموع اليابانية ممكن ان انا استفيد منها في التداول على اساس ان الشموع اليابانية مش هي الكل في الكل المناطق اللي احنا بنشوف فيها قوة لاستخدام مدارس اخرى في التحليل اكيد احنا هنذكرها لان وايكوف ممكن استفيد من نظريته لو كنت استخدم معاه الانماط السعرية الاخرى مثل المثلثات والاعلام والمستطيلات وما الى ذلك زي المثال اللي قدامي عملي نمط سعري يسمى بالمثلثات كمان لو بصينا على المثال الاخير هلاقي عندي المنطقة المغلالة دي عبارة عن منطقة التصريف لماذا قلنا قبل كده ان الحركة العرضية بنحاول نبحث فيها عن النمازج الاستمرارية في الشموع اليابانية لو تلاحظ هنا في المكان المغلال عندي نموذج استمراري هو الجنود الثلاثة الهاربين وفكركم به عندي اتجاه هابط ثم تكونت عندي هذه الشمعة الطويلة رقم واحد وباقي الشموع صارت بحركة عرضية هذه الحركة العرضية للشموع لم تتخط نطاق الشمعة رقم واحد ثم حدث هذا النزول في الشمعة رقم اثنين بإمكاني ان ندخل صفقة بيع من هذا المستوى المكتوب عنده كلمة ادخل بيع ونكمل البيع بدون اي مشاكل وبكده وايكف باستخدام نماذج الشموع اليابانية ويمكن تلخيص المحاضرة في النقاط الاتية رقم واحد شرحنا المناطق التي يمكن فيها استخدام الشموع اليابانية سواء الانعكاسية او الاستمرارية رقم اثنين النماذج الانعكاسية مع وايكف طبقناها على الحركة العرضية الواسعة عند اطراف هذه الحركة بينما رقم ثلاثة اذا كانت الحركة العرضية ضيقة غالبا ما هنفكر في النماذج الاستمرارية للشموع اليابانية لانها هي التي سوف تساعدني بشكل كبير جدا في معرفة مناطق التجميع والتصريف وما يأتي بعدها وبذلك نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة الى ان القاكم في المحاضرة القادمة لكم خالص تحياتي كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والاحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والاعمال وذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته